أحياناً يعز المطلوب أو يتسلط المرهوب هنا يظهر حقيقة التعلق بالله فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظنًا منه أن هذا لن يتحقق وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظنًا منه أن هذا لن يرفع من الذي يقدم على الدعاء؟ من حسن ظنه بالله ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف هذا لا يكفي حسن الظن بالله أولاً أن تعلم أن الله يقدر ثم تعلم أن الله يرحم لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر وإلا أنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك لكنه لا يقدر على نصرتك لا يقدر على أن يرفع بلاءك فحسن الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راصخة هذا ما يقرأ في كتب ولا يدرس في كليات ولا يرطى في محاضرات هذا من القرآن أو كالذي مر على قلة وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك أو شرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الحظام كيف نشزها ثم نكسها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدر هذا مفتاح العبودية الأعظم أن تعلم أن الله على كل شيء قدر إذا هذا اليقين رصخ في القلب أي هذا من الخلق حتى تبالي به حتى تسأله حتى تقف عند بابه لا يوجد أحد إذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقيناً أن الله وعد على كل شيء قدير وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء وعلى أن يتم النعمة وعلى أن يتفضل على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر